للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الباحثة السياسية في شأن الإقليمي والدولية دكتورة سمية عاصلاء دكتورة سمية مرحبا بك مرحبا بحضرتك وبالسدى المشاهدين نعم النظام الإيراني نفع أي صلة أمريكية بضربة أصفها لماذا ذلك؟ هو كالعادة النظام الإيراني تصريحاته لا تدل أبدا على الواقع الموجود على الأرض ينفي أن هناك قصف إسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية ورأينا جميعا أثار التفجيرات التي حدثت للمنشآت النووية الإيرانية بكصف إسرائيلي عبر مسيارات إسرائيلية انطلقت من أزاربيجان عبر عن ذلك وصرح به الصحفيين والسياسيين الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل يعني الناس المقربة أكتر للمساد الإسرائيلي والمعروفين حتى في المجال الصحفي والسياسي إيران تصرح بأنه ليس هناك أي فوضى على الأرض ولا في مظاهرات ولا في احتجاجات شعبية وعلى أرض الواقع نظام المظاهرات تنهش أرجاء وأركان الدولة الإيرانية فبس هنبدأ بالنقطة الأولانية وأنا حب أتكلم فيها بشيء من التفاصيل هو نفي إيران للضربات العسكرية الإسرائيلية التي وجهت لي بن كوسين المنشآت النووية الإيرانية أولاً إسرائيل وعندما قصفت منشآت نووية إيرانية وذلك حرصاً على مصالح أمريكا وإسرائيل وليس المجتمعات العربية كما صور بعض الجهات الأمريكية والإسرائيلية بأن إسرائيل وأمريكا آل حريصة على أمن المنطقة واستقرار المنطقة العربية لا إسرائيل عندما قصفت داخل العمق الإيراني قصفت منشآت نووية إيرانية لتحجيم الدور النووي الإيراني ولكن هل اليوم فقط استيقظت إسرائيل الصبحية وأمريكا على أن هناك خطر إيراني موجود على الأرض؟ لا هو الخطر الإيراني موجود على الأرض منذ أن كان هناك تبجح من قبل النظام الإيراني بأنه سينسحب من اجتماعات فيينا ولا جدوى أبداً من كل اجتماعات التي تحدث في فيينا وعلى مرأة ومسمع من أوروبا وأمريكا وإسرائيل وبحضورهم أنه لا جدوى من التعامل يعني الوصول إلى حل مع إيران الآن فقط إسرائيل تنبهت أم أن إسرائيل لها غيات وللأسف أن بعض الدول العربية وكل الأسف بعض الأشقاء العرب انخدعوا في الدول الإسرائيل وأنا أقول لهم يا جماعة اتعلموا من التجربة المصرية مع المحتل أو العدو الصهيوني نحن لنا تجارب كثيرة ونعلم جيداً سياسة إسرائيل الداخلية والخارجية إسرائيل لا عهد ولا وعد ولكن عندما نتترك لهذه النقطة بشكل يعني مفصل سنجد أن إسرائيل كل ما سعيها وكل أغراضها هو أن يكون لها موضع قدم في البحر الأحمر من جهة ومن جهة أخرى هي تخدم مصالح أمريكا في تخفيف الضغط عنها في الحرب التي يعني تحدث ما بين أمريكا وروسيا في داخل أوكرانيا فتنقل فتريد إسرائيل بمساعدة أمريكية أن تركل تلك الحرب والأزمة إلى داخل البحر الأحمر ولكن لا تحلم بذلك وإن كانت هناك بعض الدول العربية رأت أنه يمكن أن تحدث ضغط أمريكي معين على الدول التي لن ولم تقبل بأي حرب داخل البحر الأحمر ولن تقبل بتصدير الأزمة إلى البحر الأحمر فأنا أقول لهم أنتم مخطئين الذي يعني خلينا أقولها بالمصطلح الشعبي المتغطي بإسرائيل وأمريكا عريان وذكروا التجربة المصرية كويس على مدار العقود الزمنية من 1956 وحتى الآن هو للأسف أمريكا استطعت أن تصدر لهم أنه هو في حال رفضت بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر الإدارة المصرية وجود أزمة أو حرب داخل البحر الأحمر لدينا العديد من كرة الضغط ولكن أنا أقولها بصراحة بوضوح عاصمة القرار العربي هي الدولة المصرية شاء من شاء وأبى من أبى ده رقم واحد رقم اثنين لن نسمح بتصدير أي أزمات على حساب أن نخفف الألم والواجه عن أمريكا في حربها مع روسيا وأن نصدر تلك الحرب للبحر الأحمر من يدير تلك الملفات هي مصر وعاصمة القرار هي مصر ولن نقبل أبدا أن يكون القرار صناعة داخل الغرف الأمريكية الإسرائيلية ويصدر للجانب المصري ويصبح أمر واقع لا نحن من نسير الرياح ونسير الموج ونكون لها في أي أرض تسير إما جعلناها رياح خير وبركة على حلفانا وأشقائنا أو جعلناها رياح تقتلع أعداءنا من الجدور نعم دكتورة سمية بالعودة إلى الاحتجاجات في إيران التي دخلت شهرها الخامس كما ذكرت أن هناك من يذكر من النظام أن الاحتجاجات توقفت منذ شهر تقريبا وهناك ناشطون ينفون ذلك ويقولون أن الاحتجاجات مستمرة يعني ما وجه المصداقية من وجهتنا بك؟ هو الاحتجاجات الآن في شوارع إيران تنهش أرجاء وأركان المجتمع الإيراني الاحتجاجات الآن لم تعد فقط في المتظاهرين المدنيين الموجودين في الشرع الإيراني لا دا الاحتجاجات بل دعيني أقول أن انقلابات والانشقاقات بدأت ظهرة في الحرس السوري الإيراني ومن خلال منصتكم المحترمة شهرين وكنت في لقاء مع حضرتك وذكرت الموضوع دا أن هناك بدأ محاولات انقلاب عسكري داخل مؤسسة الحرس السوري الإيراني على السلطة الإيرانية الآن أصبح أيضا الاحتجاجات موجودة داخل حوزاتكم وأصبح هناك انفصال من ضم يعني عبر عنه بعض خليني أقول علماءكم في انفصالهم عن النظام الإيراني وإدانتهم لما يحدث من انتهاكات إيرانية من قبل الملالية على المجتمع الإيراني على المتظاهرين في الشوارع لا هي الاحتجاجات الآن نهشت المجتمع الإيراني نهشت أرجاء الدولة الإيرانية ويعني خلينا أقول النظام الإيراني الذي اضطره الآن إلى توقيع عقوبة القتل أو دعينية هو القتل والله لأننا صعب أن أقول عملية إعدام طفل لا هو قتل طفل عندما يتم تنفيذ عقوبات الإعدام على الأطفال وأصحاب الرأي والحقوقيين داخل المعتقلات الإيرانية وسجن أكثر من 15 ألف سجين وقتل المئات في الشوارع الإيرانية من المتظاهرين وده كله والنظام الإيراني عايز يقول لي ما فيش احتجاجات وما ليبقى أي نعم أستاذ دكتورة سمية ستبقينا معنا إلى مناقشة موضوع آخر بعدها التقليل إن شاء الله أكد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جدا على كييف مشيرا إلى أن المعارك الأصعب لم تبدأ بعد فيما أعلنت السلطات المحلية التي عينتها موسكو في إقليم لوغانيس كان نحو عشرين شخصا قتلوا خلال يناير الماضي في قصف القوات الأوكرانية على المنطقة تشك المعركة الروسية الأوكرانية إلى أخذ منحنايات غير عادية والتي تتصاعد فيها لحظات العسكرية والسياسية في آن واحد هكذا يقول سياسيون قرابة عام على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية وفيها تتحول مستويات المعركة على الأرض بين موسكو وكييف إضافة إلى تحول الأوراق السياسية بين الدب الروسي والغرب بقيادة أمريكا لتأخذ من حنايات كارثية كما يراها محللون أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أكد أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على أوكرانيا مشيرا إلى أن المعارك الأصعب لم تأتي بعد وأن الأشهر المقبلة ستكون أشهر حسم بتحديد مسار الحرب المشتعلة جانبور رأت فيه موسكو على لسان مدير جهاز استخبارات الخارجية الروسي أن دول حلف شمال الأطلسي لا تزال تحلم بهزيمة روسيا استراتيجيا تتضارب الآراء والتصريحات وتختلف بين الدول لتزداد اللهجة حدة كل يوم أكثر من سابقه حيث تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى إلى أوكرانيا بحسب وكالة رويترز والتي جاءت بعد تعهدات أمريكا ودول الحلف الأخيرة على إرسال دبابات اليوبارد لكيف الأمر الذي علق عليه الكريملين بقوله أن أمدد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن يمنع موسكو من تحقيق أهدافها نافيا أي إمكانية لعقد مفاوضات منتظرة في الوقت الحالي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن معركة يصل صداها شرقا وغربا حول العالم والذي عاش تداعيات سياسية واقتصادية تأثرت بها دول عظمى ففي جانب عسكري أعلنت السلطات المحلية التي عينتها موسكو في إقليم لوغانسك أن نحو عشرين شخصا قتلوا خلال يناير الماضي وذلك في قصف القوات الأوكرانية على المنطقة فيما صرح مساعد القائم بأعمال حاكم الجمهورية أن الجيش الروسي على بعد خطوة من إحكام الطوق على أرثوم بيسك نوصل الحوار مع ضيفتنا بالأستوديو دكتورة سمية عصلا أجدد التحية بك دكتورة سمية تأكيد مجلس الأمن الأوكراني بتوقع هجوم كبير من قبل موسكو على كيف يعني بالمقابل ما الذي اتخذته أوكرانيا على هذا الأساس هو في البداية أوكرانيا حتى الآن لا تسير سوى ببعض التصريحات التي تخرج من جبل أوروبا يعني عجزت أوروبا كلها افتعلت على الأرض بأن أوكرانيا قادر على الرد وأن هناك تسليح أنتوني بلينكين عندما قام بزيارته الأخيرة للمجتمعات العربية كان يبحث عن دبابات يرسلها إلى أوكرانيا لكي تحارب وتقف أمام روسيا يعني كان يبحث عن أدوات للحرب وهذا ما أريد أن أقوله يعني في هذا التوقيت الذي يعول على أوروبا مخطئ والذي يعول على الأمريكان مخطئ والذي يعول على إسرائيل أكبر مخطئ لأنه بالدليل بالدليل والله يعني خلنا نتكلم على الأرض الواقع حتى المشاهد البسيطي اللي بيسمعنا يكون فاهم الوضع يعني الذي يعول على أمريكا الآن أمريكا ما هي مظاهر وقفها مع الأوكرانيين حتى الآن أمريكا سلمت أوكرانيا للروس وأوروبا عفوا للمجتمع الروسي يعني يضرب فيها للنهار بأسلحة سقيلة وخاف فيها كل اللي نفسك فيه حتى أنه حتى الآن لا يجدون دبابات أمريكا لا تجد دبابات تصدرها إلى أوكرانيا لتواجه روسيا ماذا عن تخطيط الولايات المتحدة بإرسال صواريخ بعيدة المدائلة أوكرانية طبعا للدرجة بالدرجة أو لأول مرة كيف تقنى هذا الإعلان الولايات المتحدة كل ما تفعله الآن على الأرض الواقع هو محاولة الانسحاب يعني الانسحاب من الحرب أو تصدير الحرب من يعني أو خلينا أقول نائلها من على الأرض الأوكرانية التي تصبح في قلب البحر الأحمر بالزيارة العقيمة التي أجراها أنتوني بلينكين أمس لو لا يمكن أن أصفها غير بزيارة سياسية عقيمة تدولي إما على مراهقة سياسية حديثة لبعض الدول أو أنه هو وصلت أمريكا إلى عدم يعني أنها لم تجد حلول على الأرض لحل الأزمة ما بينها وما بين الروسيا في على الأراضي الأوكرانية فأنا أقول لك حتى الآن يعني مثلا خلان عشان نفهم أكتر السياسة الأمريكية والسياسة الروسية والسياسة حتى الأوروبية اتجاه مثلا إيران يعني بحيث أنه كان موضوع الحلقة من البداية حتى الآن إيران نعلم أن النظام على شف حفرة من السكوت ونعلم أن هناك انشكاكات في المؤسسة العسكرية الإيرانية ونعلم أن هناك انكسامات في الحوزات العلمية الإيرانية اللي هي الدراع اليمين لخامنئي نفسه وانشقت عليه فمن أراد أن يخضح هذا النظام ويسكته في إيران فليوجه الضربات إلى داخل العمق الإيراني إلى داخل مكرات الحرس السوري الإيراني إلى قلب منزل خامنئي ولكن رايح يكصف منشآت نووية إيرانية ليشع الحرب لا وفي الآخر يقول لك مصادر غير معلنة إسرائيل لم تعلن حتى الآن أنها صاحبة هذا القصف الذي تم في إيران طيب أنتم على أي أساس عايزيننا ندخلك البحر الأحمر تحاربها تحاربه مين؟ في النهاية السياسة أمريكا وإسرائيل هي سحب المنطقة وجر المنطقة إلى مستنقع الحرب ووقت الجد هنجد أن الطرف الموجود على الأرض يحاربهم مجنودنا العرب أما إسرائيل التي صدرت أحلام العرب أحلام الحرب وإخضاع إيران وما إلي ذلك وهي ترى كل إرهاب إيران على مدار السنوات الماضية هي أول من سيترك المعركة ويغادر وسنجد نفسنا أمام الخمس عواصم عربية المحتلة من قبل إيران عبر ميليشياتها تضرب في جنودنا العرب في البحر الأحمر وسنجد أيضا التحالف الروسي الصيني داخل يدعم الجانب الإيراني بشكل أو بآخر إذن الذين يعولون على التصريحات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية هو تعويل خاطئ وللأسف الأشقاء العرب يا جماعة تعلموا من التجربة المصرية مع إسرائيل نعم إحنا خبرة أديمة معهم نعم دكتورة سمية عسلا شكرا جزيلا لك وسعدنا جدا بطورتك معنا في ملفات إخباري أشكرك